اشتركوا في القناة في مجال الهندسة الصوتية أو التسجيل بشكل عام خلونا نفتح البوكس مع بعض ونشوف شنو فيه أول ما نفتح البوكس طبعاً راح نشوف جهاز الانترفيس نفسه راح يكون معا أيضاً وصلة USB من USB اللي هو العادي إلى USB-C ومع بعض الانستركشنز اللي موجودة هنا ويقول لك شنو البرامج اللي أنت ممكن تحصلها لما تشتري هذا الجهاز إذا ألقينا نظرة على الجهة الأمامية من الجهاز راح نشوف أن فيه مدخل هنا هو يسمونه اللي هو الكمبو والكمبو هو عبارة عن مدخل XLR حق المايكروفون أو اللي هو الquarter inch حق الآلات الموسيقية عندنا أيضاً هنا اللي هو adjustable gain control هاي الجين يقدر يعطيني اللفل اللي هو رايح داخل هنا في اللي هو ال input 1 ولو تلاحظون أيضاً في ليت صغير هنا يبين لي قوة السيجنل اللي داخل داخل الجهاز فهاي يصير لألوان معينة وإذا وصل للون الأحمر معنات أن السيجنل اللي رايح على الجهاز شوية قوية ولازم أخففها شوية هاي الزر اللي موجود هو يسوي لي switch حق نوع ال input اللي رايح في هاي المدخل هل هو line input أو instrument input وهي معناتها أنه ممكن أنا أختار شنو نوع الآلة اللي أنا راح أسجلها هل هي راح تكون ميكروفون عادية اللي راح أغني أو هل راح أعزف مثلاً guitar أو bass نلاحظ أيضاً هنا عندنا 48V وهو قوة الفانتوم باور اللي راح أستخدمها إذا الميكروفون اللي أنا أستخدمها هو من نوع active اللي هو ما فيه أي نوع من ال preamp معاه ونلاحظ أيضاً هنا عندي اللي هو UV meter يبين لي level ما للصوت اللي طالع من الجهاز نفسه فممكن أنا يوصل لي طبعاً بيبين لي الألوان المختلفة على حسب قوة الصوت اللي طالع عندي هنا أيضاً اللي هو المونتور المين مونتور إذا كنتم موصل الجهاز لسماعات خارجية هاي النوب هنا راح تساعدني في التحكم في مدى قوة الصوت اللي طالع من الجهاز نفسه زر ال direct monitor هنا راح يخليني أسمع الصوت مباشرةً من الجهاز نفسه يعني راح يفصل الجهاز من الكمبيوتر لانا موصله ويخلي الصوت طالع مباشرةً من الجهاز عندي أيضاً هنا مدخل حق الهيدفونز وأقدر أتحكم في الفوليوم والهيدفونز نفسها من خلال هذه النوب اللي موجود هنا إذا ألقنا نضرع على الجهاز من الخلف راح نلاحظ أنه عندنا مخرجين للأوتبوت اللي هو ممكن أوصلهم في سماعات خارجية اللي هو left والright نلاحظ أيضاً هنا أنه عندي مخرج للـ USB اللي هو الـ USB-A هاي المخرج يساعدني عساس أنه ممكن أن أستخدم هاي الجهاز نوع الهب ممكن يعني أوصل لمثلاً هارددرايف معين أو مثلاً USB في ملفات معينة فهاي المخرج يساعدني أن أنا أستخدمه كـ USB-Hub وهنا أيضاً طبعاً عندنا اللي هو الـ USB-C مخرج الـ USB-C اللي راح يتوصل مباشرةً إلى الكمبيوتر الحالة في الجهاز يا جماعة هو أن مقارنة بسعره ممكن أنه أيضاً يعتبر أول جهاز ممكن أن أنا أستخدمه إذا حاب أدخل في مجال الهندسة الصوتية أو التسجيل أو إذا حاب أسجل مثلاً موسيقى معينة من خلال العزف أو من خلال عزف الآلات المختلفة إذا كنت معلق صوتي هاي الجهاز جداً جداً رائع لأن المدخل اللي هو فيه مدخل واحد هو كل المداخل اللي راح تحتاجها كمعلق صوتي بتوصل الماكروفون ومن خلالها تقدر أنك تتسجل بشكل مباشر طبعاً لما تشتري هذا الجهاز راح يكون مع مجموعة من البرامج اللي أرتوريا وفرتها لك عساس أنك انت تبتدي مباشرةً في عملية التسجيل أول هذه البرامج هو برنامج Ableton Live وهو برنامج DAW أو Digital Audio Workstation يساعدك على تسجيل الأصوات المختلفة والبرنامج الثاني هو برنامج Analog Lab Intro وهو عبارة عن مجموعة من الآلات الموسيقية اللي ممكن تستخدمها داخل برنامج التسجيل عساس تقدر أنك انت مثلاً تعزف أو تستخدم الأصوات اللي فيها أرتوريا FX هو أيضاً برنامج راح يكون متوفر من ضمن البرامج اللي موجودة لما تشتري هذا الجهاز وهو عبارة عن مجموعة من الأفكتات اللي ممكن تستخدمها بشكل يومي مثل الـ Reverb أو Delay من البرامج الأخرى اللي راح تكون موجودة هو برنامج Guitar Rig 6 LE وهو عبارة عن مجموعة من الـ Amplifiers أو الـ Amps اللي ممكن تستخدمها في حال أنك انت مثلاً عازف جيتار وراح توصل مثلاً جيتار إلى هاي الأنترفيس وتعزفها راح تحصل أيضاً من ضمن البرامج الموجودة على 13 مجانية من برنامج Autotune Unlimited إضافة إلى برنامج Splice طبعاً هاي البرنامج في مجموعة من اللوبس اللي ممكن تستخدمها راح أعطونك أيضاً برنامج Splice أو اللي هو الـ Creator Plan من ضمن عملية شراء هاي الجهاز فلو تلاحظون يا جماعة سعر الجهاز مقارنة بالأشياء اللي أنت قاعد تحصلها جداً جداً رائع خاصة إذا كنت مبتدئ في مجال الهندس الصوتية ولأنك من المتابعين هذه القناة راح أقدم لك هذا الجهاز بالمجان كل ما عليك تسويه عشان تدخل السحب هو أنك تسوي لايك حق هذا الفيديو وتشترك في القناة وتكتبيه تحت في قسم التعليقات في شنو راح تستخدم هذي الـ Audio Interface هل راح تستخدمها في التعليق الصوتي في الموسيقى في التوزيع في الميكس في الماستر كل ما زارت تعليقاتك كل ما زارت فرصك للفوز بهذا الجهاز الجميل طبعاً حبيت أشكر DJ Conor لتوفيرهم هذا الجهاز لواحد من المتابعين هذا القناة وعشان تقدر تستخدم الجهاز بالشكل الصحيح لازم تعرف شنو نوع الـ Connection اللي أنت راح تشغله هنا أو تشبكه في الجهاز وخاصة لما تي وتشبك ماكروفون بهذا الجهاز لازم تعرف شنو نوع الماكروفون اللي راح توصله ولازم أيضاً تعرف إذا هذا الماكروفون راح يحتاج أنك أنت تشغل 48V أو اللي هي الفانتن باور أو لا لأن إذا شغلت الفانتن باور على ماكروفون ما يحتاج فانتن باور احتماق كبير أنك أنت تخرب الماكروفون أو تخرب هذه الـ Interface طبعاً مثل ما قلنا لازم تعرف إذا كان الماكروفون هو من نوع الـ Passive أو الـ Active إذا كان الماكروفون اللي قاعدت استخدمه من نوع الـ Active فهو راح يحتاج 48V أما إذا كان الماكروفون من نوع الـ Passive فما راح يحتاج أنك أنت تشغل 48V أو اللي هي الفانتن باور وعشان تعرف شوه نوع الماكروفون اللي راح تشبكه تأكد من الشركة المصنعة للماكروفون اللي بتحاول أنك أنت تشبكه في هاي الجهاز ولما تشبك الماكروفون أو أي أوديو سيجنول في هاي الجهاز حاول أنك أنت التسجيل المالك يكون ما بين منس 36 إلى منس 6 كحد أقصى الجهاز أيضاً معه سوفتوير أو برنامج يتركب على الجهاز الكمبيوتر من خلاله تقدر أنك أنت تتحكم في مستوى الصوت مستوى الصوت الـ Input أو مستوى الصوت الـ Output اللي موجود على الجهاز هذه يا جماعة نظرة سريعة على جهاز Arturia Mini Fuse 1 وهي الجهاز مثل ما قلنا راح يكون هدية لواحد من المتابعين لهذا القناة إن شاء الله عجبتكم الحلقة لا تنسوا المارتاني تعطونا الزر اللايك وتشتركون في القناة وإذا كنتون توكم مبتدئين في مجال الهندسة الصوتية راح أخلي رابط دورة الهندسة الصوتية المجانية في وصف هذا الفيديو أتمنى لكم دعو بالصحة والسعادة واشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة